توفير العقار الصناعي للمستثمرين في أجال قصيرة من خلال وكالة متخصصة لهذا الموضوع لا علاقة لها بالإدارة أنا قررت اتداءً من سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان نخلق الهيئة خاصة ينجس وكالة وطنية للعقار الصناعي العقار الصناعي ما يقول يتكلف لي به لا المير لا الوالي لا شف الدائرة ولا غيرهم وكالة وطنية للعقار الصناعي نشوف الإجراءات من بعد تشريك على العقار الموجود حاليا لتبقى مناطق النشاط هي في متناول رئيس البلدية والوالي أما المناطق الصناعية تبقى من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة هذه وكالة وطنية